اشتركوا في القناة الان هو موجود وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية طبعا رح ينتقل الساعة 51 دقيقة عصرا من عصر اليوم السبت لمنزلة ساعة بلع وهي للعلاج والفراق واتلاف الاموال والحرية وبما ان القمر موجود في الجدي فتأثيره رح يكون على الجميع او على جميع الابراج بهاي الفترة انه منعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض منا علينا الاجتهاد اكثر ووسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين طبعا بما ان القمر رح يشكل اليوم زوايا فعنا زاويتين هم اللي رح يتشكلوا والزاويتين ايجابيات اول زاوية هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون الساعة 10 و 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون الساعة 11 و 11 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلقى المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بما ان القمر رح يكون موجود بالجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد زي ما حكينا يوم اثنين خمسة رح يبدأ في تمام الساعة 2 و 37 دقيقة عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 5 و 30 مساء لا ينتقل بعدها القمر لا برج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر المحدب او الاحدب 20 يوم في تمام الساعة 9 و 25 دقيقة مساء بيصبح 21 يوم نسبة الاضاءة بتصير 75% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة مزاجها اليوم سعيد بنسبة 15% القمر في الجدي حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة 30% ومتصاعد اكثر من هيك عطارد في الثور حتى يوم اربعة خمسة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الثور حتى يوم تسعة خمسة منتحس اليوم اقل يعني اصبح 25% وبكرة اقل كمان المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 60% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% البلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والمحافظة على انجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد ولا التحدي حتى لو اشتدت عليك الضغوط حاول انك تبرر عملك وحاول انك تظهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وانت طبعك في هذا اليوم يعني شوي صعب وافكارك مشتتة والعصبية عندك نتيجة الغضب والاضطراب حاول تضبط عصابك برج الثور بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معاهم يعني الاجواء ايجابية ودعم للكم بقوة حاول بس انك تجعل انه ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص والمناسبة يعني مناسبة للك بشكل جيد بتنحسر عواصف الايام الاخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا فهي فترة مناسبة لاي شيء له علاقة بالخارج او مواضيع لها علاقة بالسفر او لورشات العمل برج الجوزاء بتعيد وتنظيم اموركم المالية والفرصة بتصير متاحة لمكسب بيجي من شراكة او من تعويض وصحتكم او صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية اهمي شي انك ما تتشبث بمواقف متصلبة بل كون مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية اتكلم معبر عن اراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح غياضية برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة وهذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن بسبب وجود القمر مقابلك تماما وطاقتك اللي بتصير ضعيفة الاجواء بتصير متوترة اهميش انك تركز بشكل جيد وما ترتجل الاجواء ضغطة نسبيا والمسئوليات بتصير كبيرة هدئ من روعك وما تنفعل برج الاسد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك انتوا قادرين على انجاز حصة او قسم كبير منه لا تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة اهم اشي انك تكون اكثر انضباط وتنظيم ممكن تنشغل بامور صحية او رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن احد المعاونين او الزملاء بالعمل او احد الاصدقاء وممكن يكون عندك عمل جديد برج العذراء ابتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا يوم مناسب لنشاط فني وهاي الفترة بتحمل اجواء سحرية ومفاجئة وسعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة اهم اشي انه يعني ممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة انك ما تصرفتش بشكل عقلاني وتحاول انك ترتب الامور بشكل جيد خلال هذا اليوم هاي فترة بناءة وايجابية بشكل كبير فحاول تستغلها برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء ممكن تشعر بالارتباك او تغضب بسرعة انجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء الفترة هاي او اليوم هاد عندك اعمال وانشغلات منزلية برج العقرب بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة اليوم بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة لان مشاعرك اليوم برضو جيدة او الفرصة هاي بتتعلق بالمشاعر وتبرير المواقف اليوم رح تنشط بالتنقلات والاتصالات برج القوس ثم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل اضافي ومنكم ممكن يحصل على هدية او على جائزة وممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما اهم اشي انك ما تتكبر الكواكب بتعمل لصالحك وبتسهل حياتك اهم اشي انك ما تسمح لأي احد بانه يغشك كون حريص على اموالك وممتلكاتك وحزز وضعك المالي بشكل جيد برج الجديد ابتبدأ اليوم فترة ايجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الامور اهم اشي انك تحاول انك تجد اي شيء جديد اليوم وانك تبحث عن امر مميز بتعيش فترة واعدة من الافراح والنجاحات وتعتبر هاي الفترة من اسرع فترات الشهر حاول بس انك تدخل التنويع لحياتك الشخصية الفترة هاي جيدة لانه فيها انفراج وفيها تسوية برج الدلو طبعا ما زال التعب مسيطر بسبب وجود القمر في بيت المتاعب بكرة طبعا القمر رح ينتقل عندكم في ساعة المساء فعشان هيك اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها حاول انك تخلد للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول انهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة كما انه ممكن تخسر صفقة تجارية او تحزن لخبر اهم اشي انه ما في داعي للتسرع برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الاخرين وممكن تنجح في حش التأييد او دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر او تنظم لجمعية او تهتم لشؤون اقارب الشريك ولكن اللي بنصحك فيه انه اليوم تحاول تنجز كل شيء ضروري ومهم لانه ابتداء من بكرة المساء القمر رح يصير في الدلو يعني في بيت متعبك فرح تيجي ايام محبطة شوي فحاول تنجز كل شيء ضروري يبل ما نصلى بكرة المساء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء